أعزائي المشاهدين يا هلو مرحبا فيكم في حلقة جديدة من ترذكة مصارع حلقتنا اليوم عن آخر الأخبار وبنبدأ مع بروك لازنر في لقاء مع ESPN بروك جاوب على سؤال مهم جدا راية في مباراة ضد كونثر هل هو مهتم؟ قال بالعكس أنا مهتم وكثر بس ما يهم الخصم كلمه مرة على الموضوع وبالأخير ما صارت وسائب الرئيسي أن أحب الفكرة هذه أن يحب التحدي والنجم هذا متحدي ديد شفنا نبذة منه في الرويال رامبل يعني هم الاثنين كان يشوفون بعض والكل تساءل عن مستقبل المباراة قلنا يمكن نشوفها في رسلمانيا قبل ما دخلوا في قصة بوبي لاشلي وبروك وبعد ندخلوا براي وايت في الموضوع ككل لو لعبوا ضد بعض بتكون مباراة مجنونة يا شباب خلنا نشوف طرف الثاني وقنثر نفسه استئلوه عن المباراة وقال ما يهمني ألعب ضد أي خصم كان بس أعيد أن بروك لازنر ما بيلعب معاي علينا لطاطينا تيز عاد فاهمين المباراة هذه بتصير في المستقبل والآن بروك مع كودي رودس يعني شاكل أشوف أنسب مكان المباراة هذه طبعا رسلمانيا نعم تعمل بلد داب لأشهر والاثنين لازم يلعبون على ستيج يستاهل ما أقول بروك لازنر لازم يفوز بالاقب القارات ولكن لو كانت حلوة خلنا نشوف ريماش بعد بينهم من شوب لسو بليكس اف فايف و لاست سيمفوني بتكون جميلة يا شباب صدقوني خلنا نسولف عن فاسمك مان في اللقاء الأخير في موضوع أنا ما تكلمت عنه وهو ليش يختار شركة اندفر يشترون الدبي دبلو اي مع أنه كان فيها سامي ثانية مثل نتفليكس فوكس وورنر براذرز المملكة فالسبب كان أن يعرف آري إمانويل من زمان على حسب كلامهم من 22 سنة فما بغى يشتغل مع ناس ما يعرفهم ولازم يبدأ من يديد في بناء العلاقات وما يعرف عقليتهم كيف يوم الشركة نفسها اشتروا اليو اف سي ما تدخلوا في المباريات ولا الماتش اوبس وهالشي هم دافع لفينس مكمان أنه يشتغل معاه غير هذا عادي يرجع للشركة ناس ما شفنا في مانداي نايت رو ياب وفي شي ثاني بعد الشركة ككل إذا عندهم يو اف سي والدبي و دابلو اي بيقدرون يجمعونهم مع بعض ويحصلون مبلغ أكبر في الصفقات التلفزيونية هم خبرة في أمور البزنس يعني التسويق إعلانات وأمور خارج عالم المصارعة حتى فينس بنفسه قال في اللقاء عشان أوصل للمستوى اللي في بالي يعني الليفل ثاني بيحتاج لي عشر سنوات وصاحبة إمانويل بيسهل الموضوع الله عليك يا فينس ناس ما قلت سابقا يعني يختار الكلمات الصحيحة كلمات اللي تجذب الفلوس ما أدري إذا شفت سوق الأسهم مع الدبي دابلو اي يقول لك مرتفع فوق بعد الخبر فالأمور طيبة عندهم فلوس وفوق هذا فينس مكمان يدخل في القصص والعدوات خلنا نروح لرسل فوتس كاتب أنا سمعت لأول مرة من أشهر عرض مندي نايت رو كان بكتابة وتواجد فينس مكمان كان أسبوع عظيم للشايب وأنا اتفق معاه قلت لكم في التحليل بس ما تصدقون كلامي والله يمكن تروفل ايتش يبا يغير القصص لا 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 قلنا ساعة الأولى بس مبارات أماس الباجي كلها بروموهات يتخيلوا السيجمنت سيث رولنس كان غريب جدا أنه بس يطلع الجمهور يغنون غنيته وما يقول شي ما تكلم مع مصارع ما عرفنا وجهة القادمة ولا شي غيروا السيجمنت تخيلوا وقت الإعلان وهو واقف في الحلبة وهي شي محزن جدا مع أن الفترة الأخيرة يعني شفنا أشياء تعبانة مع تروبل ايتش بس متحسن من قبل ما قمنا نشوف أمور سخيفة غير بري وايت هذي عاد والله من ما كان ما يقدر يدافع عن الموضوع سامحوني حتى ديف ملزر بنفسه أكد في اسم كمان كان موجود في موندو نايت رو خلاص رجع الحبيب وبيرجع المنتج نسمة كان قبل وإذا الجمهور عباله موندو نايت رو كان تعبان عادي تعودوا على الوضع هذا آه يا شباعة ما دلش يقول شوفوا أنا ما بحكم بننتظر بنشوف سماك داون وموندو نايت رو أسبوع القادم فيها سباب يمكن في اسم كمان عشان يراوي شطارتها مع جماعة يو اف سي والشركة اليديدة قال بعمل بوكينج اليوم بس العروض القادمة تروبل ايش تعال أن تمسك الأمور ما نعرف بنتفائل شوي وبنشوف العرض أوكي شباب غير هذا النجوم الجدد اللي رجعهم تروبل ايش هل هم مستنسين لا نروح لفايتفول يقول لك في نجمين وواحد منهم جريب المين ايفنتر قريب جدا يطلب التسريح شفتوا حبايبي لو طلعتوا من الدفي دابلو اي يعني وين بتروحون وين اي اي دابليو عندهم نجوم قد شعر راسهم آخر شي بتقزر وقتك في امباك ترى ايه خليك قاعد حتى لو القصص تعبان عادي خلي خلص العقد فكر بموضوع ثاني صح يعني في قضية تحرش حتى نوعا ما تكلم عن الموضوع في اللقاء بس لتفرط بشي موجود في ايدك خلص القصص والعدوات والعقد هذا اهم شي ناس ما سوى منه جوم موكسلي كان احترافي وما سوى مشاكل بعدين اطلع آخر شي عادي يجمدون عقدك والتمتاية ايه ما تعرف وين تروح قاعد في البيت وما تستلم فلوس لانه في نجمين مش في عروض الرئيسية موجودين في انكستي جي واي في غريزلد يونج فيترانز الاثنين طلبوا تسريح القيمك خايس خايس جدا مع جو قيسي ايفا بن ثاروك هذيلا في فترة كنت اشوفهم من احسن التاك تيمس في الWWE خصوصا زاك جيبسون الولد موهوب على المايك في الحلبة اسلوبه خرافي حتى حين غيرها ساميهم والله العظيم لا بنعطيك بوش في فريق اسمه سكزم وانت اسمك ييغر ريد والثاني فاولر ما دري رب فاولر فالكل قالوا تسرحوا بس لا ديف ملزر اكد الموضوع ان سأل بعض الشركات في الانديز وقالوا اهم كانوا في بالنا ان تسرح الجماعة بس حتى الان ومش اكيد غير هذا النجوم الموجودين برع عالم الWWE افتيار عندهم مباراة اليوم ضد عيال غن اذا خسروا بيطلعون برع الشركة كان في اخبار ان يمكن كني اوميغا لو خلص عقده يطلع من الاتحاد فوق هذا جاي وايت اللي صار لنا اشهر نتكلم عن الحبيب لا بيطلع من نيو جابان بيكون مع الWWE ونفس الشي الخبر من PW انسايدر ما في خطط يوقعون مع جاي وايت احين فنس مكمان رجع عبالك النجوم هذيل يبغون يشتغلون مع الشايب لا بس انا حاس جاي وايت بينضم مع الWWE وفنس مكمان يحب النوعية هذه شعره طويل مجسم بيهتم فيه اما افتيار يمكن يغيرون رأيهم كني اوميغا انسى الموضوع انسى بعد ما شوفوا كودي خسر في المين ايذنت انسى الموضوع هم نجمة في ماندنايت رو بيلي كان في خطة انها تطلع مع ايو سكاي ودكودا كاي في ماندنايت رو الاخير بس سحبوها من العرف وفي تقريدة ثانية خوفتني شوي من دكودا كاي كاتبة اي لاوف يو بيلي اتوقع خلاص بيدخلونا قسم الفردي عند البعض قال لا بيسحبونها من العروض وما بيعطونها بوش لا لا ما لخص ما لخص ابدا فيس مكمان اهتم فيها ايام الثاندر دوم وكانوا شيء ايجابي هي مع ساشا بانكس يعني يقدموا شغل جميل اذا بتمسك خط فردي انا اقول زين دكودا كاي و ايو سكاي بعد نفس الشي وتقدر تقدر تقدم عداوة مع ريا ريبلي فيمكن الموضوع كله ان هي بتروح سماك داون و ايو سكاي مع دكودا كاي بيتمون في ماندنايت رو ليش؟ هي تحب البادي بيلدين كمالة سام وتبغي تنافس في المسابقات بتسوي في الصيف وتدرون جربنا من الصيف يعني وحتى البطولات هذي لازم يجازون اعمارهم من فترة بس المشكلة وين انها لازم تتمرن بين العروض يعني بتبتعد فترة وفي دليل يا شباب أندراد الحبيب رايح معاه وين إجازة وهي كادبة شكرا يعني مفاجأة عيدميلادي طبعا ما بدأ اراويكم الصورة لاني بين ان هي ضعفانة وتبغي تنافس في المسابقات انت تشوفوها متى بعد الافطار موجود في حسابها وبنشوف اذا فنس مكمان يقدر ينقض قسم السيدات ياب شكرا لكم جزيلا على المتابعة والدعم المستمر لايك وسبسكرايب لا تنسون دائما ابدا بينكم ون سوي